السلام عليكم ورحمة الله. ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير? هنعمل النهاردة مع بعض اجنحة الدجاج بطريقة خطيرة. احلم بتاعة المطاعم. واحلم من اي مكان بنكله برة وانضف طبعا. هنتبله بتطبيلة بسيطة ويطلع بالشكل الامر اللي احنا شايفينه ده. اول حاجة هنا عندي كيلو من اجنحة الدجاج. هنحط عليه ملح وسكر. ده ما هقولولي النق. وهاشر عليه لمونتين. محلول النقاي ده بيطريه وبيساعد على التفتيت الانتجة بتاعة اي تيور. انا بعمله لأي تيور عموما. وبيخليها تستوي فوقت اسرع. وبيشيل منها اي زفرة واي ريحة مش حالة. هقلب الملح وسكر واللمون كده مع بعض. انا هنا الجناحة اطعى منه الجزء الرفيع خالص ده اللي بيكون في زفرة شوية. ومخليه الحتتين والتخان بس. هنا اه بعد ما قلبت الملح وسكر واللمون غطيته بالمية ورشيت عليه رش الجنزة بالبودر. انا بحب جدا الجنزة بالبودر بيشيل برضو الزفرة. في بولة تانية بقى هنحط التدبيلة. هنا حطيت كوبات لبن رايب او ممكن زبادي. وحطيت ملح. وحطيت معلقة باسل بودر. وحطيت كاري. وهنا دي بابريكا. وحطيت شطة. طبعا ملح وفلفل اسمر. ولو في بهرات شاوي او بهرات دجاج. وهنا حطيت رشة كسبورة رفيعة جدا. كسبورة نعمة بتديها طعم حلو جدا. وحطينا معلقة برضو بيدي لون وطعم حلو جدا. حطيت معلقة صغيرة طوم مفروم. او ممكن فصين طوم مهروسين لو في طوم فريش. وحطيت قد معلقتين كبار زيت. زيت دورة او زيت عباد شمس. وهنقلب بقى تدبيلة دي كلها. وحطيت رشة زعتر على فكرة. انا هكتب لكم طبعا المقادير كلها في صندوق الوصف تحت. اه جنب العنوان العنوان الفيديو هندوس كده على النقط اللي جنبه وهيزهر لنا كل الحاجات. هنا صفينا كويس جدا الاجنحة. وتأكدنا ان ما فيهاش مياه خالص. وبعدين هبدأ احطها في بولة اكبر. وغسلنا طبعا غسلناها كويس جدا من اللمون والملح والسكر. وشطفناها ونشفتها وتأكدت ان ما فيهاش اي مياه. هبدأ بقى احطها في بولة اه واحط عليها تدبيلة. وقلبها كويس جدا. لحد ما اتأكد ان التدبيلة دخلت ووصلت لكل مكان في في الاجنحة. وانا عملت فتحات صغيرة كده بالسكينة بس الاسف انا كنت فاكرة ان الفيديو بيشغل يعني بس التصوير ما كانش شغل. هنعمل فتحات صغيرة كده بالسكينة بس نخرمها بالسكينة عشان كل التدبيلة دي تدخل جوه اللحم. هنسيبها ساعتين او تلاتة او يوم كامل على حسب الوقت معانا. وهنا انا جبت صاغ اه او صنية وحطينا عليه شبكة الشوية دي. حطيت من تحت اه في الصاغ كباية مياه. علشان اي دهون او اي تطبيل لا تنزل ما تتحرقش. ممكن نحط ورقة زبدة عادي بس انا حبيت احط كباية مياه. علشان اه ما تتحرقش وتعمل ريحة مش حلوة وقت التسوية. وبرضو هتساعد على التسوية بتاعت الاجنحة بشكل اسرع. هبدأ ارسوهم بقى زي ما انت شايفين كده. ولو مش متوفر الشبكة دي عادي جدا مش لازم خالص يعني ممكن نرسوه في اي بايركس في اي صانية في اي حاجة. آآ وندخلها الفرن عادي. هنا رسيتهم خلاص واحط على لوش شون كده شوية التدبيلة الحلوة دي. وبعدين هنقفلها. انا فتحتها بس احط زيت كده عشان ما تلزقش في اللحم او كده. ندهنها زيت بسيط خالص. وبعدين نبدأ نقفلها كويس. وهندخلها فرن بقى سخن آآ من نص ساعة للخمسة واربعين دقيقة. نتأكد ان هو استوى خالص. هو مش بياخد تسوية طبعا الاجنحة. هنا بقى عندي معلقة كاتشب. وحطيت عليها معلقة بربيكيو. وحطيت عليها معلقة صويس صغيرة لان هي الفراخ الردي فيها. وهنرش عليهم آآ زيت يعني قدم علاقة صغيرة. عشان برضو الفراخ فيها زيت. وهنحط معلقة عسل نحل. برضو بيدي لون وطعم طحفة جدا. وده هيكون السوس اللي هنغطي به الاجنحة وبيدينا اللون المكرمل اللي طحفة اللي احنا شفناه في السورة ده. السوس ده ينفع لأي نوع فراخ بجد طحفة وراحته جميلة جدا. وخصوصا ان هو فيه بربيكيو فبيدي طعم الشوي جدا يعني. هنا طلعته بس يعني كان نستوى خالص كان بدأ ياخد لون اصلا من غير ما حطي له اي حاجة. بعد نص ساعة بالزبط كان نستوى خالص اختبرته بسكينة كده لقيتهم مستويين خالص كانوا بدأوا يحمروا كمان. حطيت السوس اللي احنا حطيناه ده. السائل التلميع ده. من الناحيتين كده. وهبدأ دخله تاني عشر دقايق في الشواية. نحطي كده على كل قطعة. طحفة جدا وراحته مش قادرة اقولكه وراحته كانت عاملة ازاي. دخلته خمس دقايق بس وطلعت عشان انا كنت مستعجلة بصراحة. بس اخد لون طحفة طحفة جدا. وطعمها كانت بجد مش قادرة اصفلوكه جماله. ما قلولي عايزين تاني والله بعد ما خلص على طول يعني ما شاء الله. اتمنى تجربوها وتعجبكم جدا وسهلة وتدبلتها اعتقد ان هي سهلة ما فياش اي حاجة يعني. ووصفة اقتصادية ومش مكلفة يعني وكلها حاجات موجودة في البيت. عملت ايه جنبها? انا شوحت بصرايا وجزرايا وشوية بسلة وشوية سويت كورن او الدورة حلوة. قلت شوية خضار يعني يتاكلوا مع مع الاجناحة. اه حاجة تكون داخل فيها خضار يعني شوحتهم مع بعض كويس جدا. وبعدين بشرت عليهم طماط مية وحطيت المية طبعا ومرأة وبهرات وكل وملح وفلفل وكل حاجة. وبعدين حطيت عليهم الرز. بس عملتوا ابيض بالخضار ما عملتوش ما عملتوش اصفر ما حطيتش كاري كتير. فتلعب الشكل التحفة ده. وبصوا الفراخ شكلها بقى عامل ازاي? بجد اتمنى تجربوها. اكلة سهلة وبسيطة ولذيذة والولاد ده هتحبها جدا جدا ان شاء الله. وبالفة هنوشفة. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. واشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوني وفعلوا زر الجرس. عشان هنزل الفيديوهات ان شاء الله الايام الجاية كتير جدا. وشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.